أن تتقن السير في مسار السياسة رغم كل ألغام الحرب وأن تلتحم مع شعبك في حرب المصير دون تخل عن راية السياسة فتلك عمليات تتطلب امتلاك الديناميكية تتجاوز الانفعال بمستجدات اللحظة إلى فائلية استراتيجية تسهم في صناعة التاريخ وذلك ما أجاده ويجيده التجمع اليمني للإصلاح فالحزب الأكثر حضورا في تفاصيل حياة المجتمع كان الأكثر استهدافا من قبل ميليشيا الإرهاب التي استهدفت الجميع وهو ما وضع الإصلاح أمام تحدي وجودي يتجاوز كل معطيات السياسة وتحدياتها إلى تحدي الاستئصال بفوهات النار وجدران الاختطاف وسياسة النهب ومؤامرات الخنق ولأن الإصلاح نظر للأمر من الزاوية الواسعة مدركا أن المؤامرة تستهدف اليمن كله والمنطقة واجه التحدي بمنطق الحفاظ على الجميع للتجمع معتبرا التضحيات الغالية ثمنا مستحقا للحفاظ على الأغلى متجاوزا مع بقية أحرار الوطن فخ الإسقاط الكلي لليمن ورغم النجاح في تجاوز التحدي الأخطر يبقى الإصلاح وشركائه في الوطن مطالبين بالحفاظ على ما تم إنجازه والبناء عليه لقطع الطريق أمام مؤامرات الهدم والتمزيق والتقزيم ولتحقيق النصر المكتمل في معركة المصير وفي هذا السياق جاءت تشدد في كلمة رئيس الهيئة العليا للإصلاح الأستاذ محمد اليدومي على استكمال جهود إنشاء التكتل الوطني الواسع لكافة القوى المؤمنة باستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وتفعيل آليات عمل التكتل في الساحة الوطنية بما يحقق الأهداف المنشودة وبالتوازي مع هكذا مسار يواصل الإصلاح رغم كل الألغام الناسفة لأرضية الحياة الحزبية العمل على بقاء الحياة تمضي داخل هياكله بدورتها الطبيعية مع الأخذ في الاعتبار تأثير الظروف غير الطبيعية والتي رغم تأثيرها الكبير ناجح الإصلاح في تحقيق التجديد والتغيير ويبقى المنتظر من الحزب الكبير الكثير وفي معادلة عنوانها الكبير معركة المصير